مشاهدين الأجواء الشتوية ممطرة وبالدة في نفس الوقت عرفة أغلب المناطق الشرقية لبلد طيلة نهار اليوم الاثنين حتى يوم غدا ثلاثة والتوقعات تشير إلى غاية يوم الخمس تستمر الأمطار إن شاء الله في التساقط وبغازة إن شاء الله يعرف تكون أمطار خير وحن شوفوا التفاصيل والبداية بالنشرية الخاصة التي أصدرتها نهار يوم أمس مصالح الأرصاد الجوية حيث أكدت من خلالها للنهار اليوم على استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكمية تراوح من بين 20 إلى 40 مالا متوذي لغاية 9 ساعة من مساء اليوم الولايات المعنية كل من ولاية بيجاية جي جي سكيك داعا نابا طارف صيف ميلا قسنطينا قلمة سوق هراس بلتنا أملب واقي كذلك شمال ولاية خنشرة وشمال ولاية أتبسة الآن نشوفوا مشاهدينا التوقعات فيما يخص تساقط الأمطار بداية من يوم غدا ثلاثة إلى غاية يوم الخميس إن شاء الله نلاحظوا مشاهدينا تستمر الأمطار في التساقط وبغزرة على براكول من ولاية جي جي سكيك داعا نابا طارف صقه راسك سنطينا الصيف كذلك مدينة عين البيضاء حتى على خشلة بسة باتنا وباريكان أمطار غزرة مرتقبة أنها تستمر إلى غاية يوم الخميس بحول الله بالنسبة للمناطق الوسطى والغربية أجواء غائمة بوسط البلاد وتقص في تماما على المناطق الغربية للبلاد بالنسبة لجنوب الجزائري تقص غائم جزئيا خاصة أن الأجواء تكون غائمة وسعب سفلة كثيفة تخص بالخصوص شمال السحراء إن شاء الله يا رب تكون أمطار آخر نمر الآن إلى الرياح بالجنوب الجزائري هناك النشرية خاصة حيث أكدت من خلالها مصالح الأرصاد الجوية على استمرار هبوب الرياح قوية بسرعة تتراوح بين 60 و70 كم في الساعة وقد تتعدى 80 كم في الساعة تكون هذه الرياح مرفقة بتطاير كثيف للرمال ورداء في الرؤية وذلك إلى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم إن شاء الله تستمر الرياح في الهبوب الولايات المعنية كل من ولاية الأغواط الجلفة المسيلة ولا الجلال مغير بسكرة باتنا أم لبواقي خنشرة كذلك ولاية بسا الوادي توقل تورقلة غرداية المنيعة وولاية تيميمون الحطى والحذر لكل مستعملية الطرقات لأن الرؤية رح تكون رادئة بفعل التطاير الكثيف للرمال والرياح القوية بالإضافة إلى النشرية الخاصة هناك تنبيه من الدرجة الأولى لنهار اليوم حيث أكدت من خلاله كذلك مصالح الأرصاد الجوية على هبوب الرياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال وطيلة نهار اليوم الاثنين الولايات المعنية كل من ولايات البيض بشار بناء باس المنيعة أدرر وإنصال حتى ولايات إليسي نمر إلى الكتل الهوائية والتوقعات فيما يخص درجات الحرى إن شاء الله بداية من يوم غد ثلاثين لغاية يوم الخميس نحض الأجواء نوعا ما نقدر نقولها الشتوية درجات حرارة جد منخفضة تقص بارد تعرف المناطق الشرقية بالنسبة لفترة الصابح وحتى الفترة الظاهرة بالنسبة لفترة الصابح والفترة الليلية ستكون ما بين خمس درجات إلى سبع درجات فقط يعني الأجواء ستكون جد باردة على جل المناطق الشرقية للبلاد بدون استثناء بالنسبة للظاهرة سنسجن إن شاء الله ما بين حوالي 15 حتى 20 درجة فقط أما عن المناطق الوسطى للبلاد أقول رح تكون درجات حرارة فصلية ما بين 20 إلى 25 درجة إن شاء الله فيما يخص المناطق الغربية أجواء حرة مرتقبة خلال الساعة والأيام المقبلة رح تكون تراوح ما بين حوالي 30 إلى 35 أو 36 درجة كأعلى مقياس مرتقب على الخط الرابط بين مدينة ماسكر غريزان شلف سيديبل عباس تيارت وولاية السعيدة الجنوب الجزائر المشاهدين أجواء نوعا ما نقدر نقول لها صيفية حرة بدرجة حرارة قياسية 45 درجة مئوية تحت ظل مرتقب على مدينة بني عباس تيندوف أدرار إن صالح كذلك إنجزام وبرج باجي مختار فيما يخص شمال الصحرى منطقة الواحات والجنوب الشرقي احترام بين 30 إلى 35 درجة إن شاء الله أجواء نوعا ما منعيشة نقدر نقول لها تقص شتوي أو يميز المناطق الشرقية للبلاد الحمد لله إن شاء الله نأمل أن تكون الأمطار حاضرة خلال الأيام المقبلة بغرب ووسط وحتى جنوب البلاد لما لا إن شاء الله يا رب بهذا مشاهدين أصلية طيب ورقة حوال التقص نعود الآن إلى بلالي استكمال بقية الأخبار جزيلا شكر لك حاسبة عليك ترجمة نانسي قنقر